نحكيه بحث علمي نحكيه في علم الاجتماع ونحكيه في مؤتمر رقم أربع لحقيقة تحتضن ولا بإشراف وإمضاء جمعية الباحثين الشبين سعيدة باستقبل رئيسها سي حمدى كوكا مرحبا بيك نورتنا بالحضور مرحبا سبا خيري ناس تحية إلى كل المشاهدين أنا اللي نشكرك على تلبية الدعوة سي حمدى وإحنا نحكيه لحقيقة على مبادرة جميلة في نسخة رابعة ولكن قبلها أنا قلت بإمضاء جمعية تونسية للباحثين الشبين نقدم شوية الجمعية هذه نعرف بها شوية نعم إنيس الجمعية التونسية للباحثين الشبين في علم الاجتماع تأسست سنة 2016 بمجموعة من الباحثين طلبة الدكتوراه ومتحاصين على الدكتوراه حديثا وهي الآن عندها ست سنوات وهي معناها موجودة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسفقص ممتاز يظهر لي من 2016 لتوى أعملت توى ما كان نجمو نقوله هكا ولا شراكات من 2016 للآن ست سنوات قمنا بعديد من الندوات الوطنية والافتراضية ونظمنا أربع مؤتمرات دولية علمية دولية هذا المؤتمر اللي نحكي فيه توا بين 26 و 27 ديسمبر في الحمامات هو المؤتمر الرابع احنا كنا حاضرين عام ناول الحقيقة تابعنا وكن ضيفنا عام ناول من نسخة لنسخة قاعدين اتراهنوا على شنوه بالضبط يعني شنوه المشروع هذي من بين أهدافه وشنوه الأهداف العامة للجمعية واللي تحاولوا تجسدوها من خلال المؤتمرات هذي نعم إناس سؤالك جيد الجمعية البحثين الشبان هي في الأصل مجعولة لطلبة الدكتوراه والمتحصلين على الدكتوراه حديثا للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية وحل مشاك اختراع حلول والحديث على الاشكاليات تخص المجتمع تخص التربية تخص الانحراف تخص التهريب يعني العلم الاجتماع علم منفتح كثيرا يدرس عدد ظواهر ومنها التربية وموضوعكم الكيكيفش تم اختيار موضوع هذي لماذا هذا الموضوع اختيره كعنوان للدورة الرابعة وللنسخة الرابعة سي حمده يعني اليوم شنوه العلاقة وحنا نحكيه على المدرسة والأسرة نعم موضوع هذا المؤتمر العلمي الدولي الذي تحتضره الجمعية ومخابر بحث اخرى وقسم علم الاجتماع بكل تأذى بس فاقس ولبو فرنسي مخبر فرنسي اذا الموضوع هو المدرسة والأسرة اشكاليات التنشئة وامكانيات التكامل لصناعة المستقبل نحن نراهن ونرى ان الموضوع التربوي موضوع هام موضوع حارق لابد ان نفكر فيه خاصة بعد الثورة هناك يعني موضيع حارقة لابد ان تفتح منها الصحة ومنها الفلاحة ومنها التربية ولكن التعاطي الاجتماعي هذا اللي يهمنا هو اليوم سي حمده من خلال المؤتمر ومن خلال حضورك انه نتعاطى مع ظواهر اجتماعية اساسا برؤية الباحثين في علم التربية والاجتماع ولكن المقاربة هي اجتماعية بالاساس وتنفتح على مجالات اخرى نحكيه على الموضوع هذي مثلا يهم الشأن التربوي صحيح الناس علم الاجتماع اكبر تقريبا علم منفتح نحكيه على الاجتماع ونحكيه على التربية وعلم النفس والعلوم الانسانية والاجتماعية هي علوم متداخلة وكلها تخدم بعضها اذا الموضوع التربية يهم في تونس مثلا زوز الملايين تلميذ يهم كل العائلات هو موضوع حرق مثلا موضوع المؤتمر هو المدرسة والاسرة لا بد من تفكيك العلاقة بين المدرسيين والمؤسسة التربوية عموما نقصد مدرسة من الروضة الى الكلية مؤسسة التكوين المهني الجامعة المعهد كلها في علاقة مع الاولياء الاولياء يسموا ابنائهم اطفال والمؤسسة التربوية يسميهم تلميذ هناك علاقة لا بد من تفكيكها هناك اشكاليات كثيرة تخص مثلا العنف يتشكل في العائلة او يتشكل في مؤسسة تربوية ضغطات معينة هناك مشاكل تخص اقتصاد الاسرة والدروس الخصوصية هناك علاقة بين الاولياء والمدرسين هناك مشكل ايضا التقويم او في الامتحانات وشوفوا العائلة التونسية كيفاش خاصة الامهات كيفاش تعاني في الامتحانات وفي المناظرات ايضا هناك معناها مشكل قلنا ايضا المدرسين في علاقتهم وانا كنت سألتك على اصلاح التربوي الاسلاحات اللي ديما نحكيوا فيها من عدة رؤية خلينا نقول ولكن من زاوية علم الاجتماع وكيف تنظرون الى الاصلاح التربوي المدرسة بين الماضي بين الحاضر والمستقبل اي رؤية اليوم لكم انتوما للمدرسة والدور اللي من المفروض تتطلع به واحنا نعرف انه الظرفية امتاعنا فيها برشة اشكاليات متعلقة بالمدرسة سيحمد نعم اخت ايناس تعرضنا سابقا في بلتو اخر حول الاسلاح التربوي الاسلاح التربوي موضوع حارق وهو يهم هذا المؤتمر ومؤتمرات اخرى في تونس يعني نحن الآن منذ 2011 لم يتم هناك اي اصلاح يخدم بالتربية مع ان المدرسة التونسية تعاني فيها اشكاليات كثيرة تخص تكوين المدرسين تخص الزمن المدرسي وعدم توائمها مع المنائمته للزمن الاجتماعي تخص ميزانية المؤسسات التربوية تخص في مشاكل كثيرة لابد من التفكير فيها في مثل هذه المؤتمرات نحن كباحثين شبان او باحثين بصفة عامة من واجبنا ان نفكر في كل مشكلات المجتمع ومنها الموضوع الاساس التربية لان التربية ليس هناك شعب يتقدم دون التربية التربية هي عمادة تنمية هذا الان انتهت الكورت القدم مثلا وانتهت الانتخابات نعود الى التربية التربية موضوع حارق موضوع يهمزز ملايين تلميذ في تونس يهم كل العائلات لماذا نفكر في اشياء اخرى ونترك هذا الموضوع الحارق الاسلاح التربية موضوع مهم جدا كيفاش بس تناولوا المسائل هذية الكل لانه حسب ما بدينا هكا شوية معاك استبقنا شوية المؤتمر سيحمدة يمس برشا مجالات يعني هما ظاهريا المدرسة والاسرة ولكن يمسوا برشا جوانب وبرشا مجالات اخرى متداخلة نوعية الطرح ونوعية التعاطي مع القضايا والملفات والاشكاليات اللي بش طرحوها الكل كيفاش مش يكون يعني خنقربوا للناس كنقولوا علم الاجتماع بش نقرب اكثر العلم الاجتماعي يدرس الظاهرة كيفية يفككها مثلا صحيح اناس العلوم هي تفكك وتحلل الوقاع وتقترح حلول والسياسي او النقابي او الاداري هو الذي ينفذ بعد ذلك المقترحات في كل دول العالم هناك خبراء وعلماء هم الذين يحلون الواقع وينتجون معارف علمية ويأتي السياسي والاداري حتى ينفذ مع الاسف في بلادنا صوت العلم غير مسموع هناك الان ما يسير الاسلاح التربوي هناك نحترم الجميع ولكن هناك نقابيين واداريين ليس هناك دعوة للباحثين همش تشريك مثلا الباحثين الشبين انا ارى ليس هناك تشريك بالقدر الكافي هناك علماء هناك باحثين لهم عشرات الكتب هناك ليس جمعيتنا فقط هناك جمعيت اخرى هناك منظمات انا لا ارى ان يتم دعوة في كل مرة يتم دعوة مثلا مئة شخص مثلا اصلاح التربوي تجد باحث او اثنين فقط ولكن البحث العلمي روه هو سبيل النجاح هوا بشيء بطريقة اخرى يعني انتوما خممتوشي في انه يكون في هالمؤتمر هذي اللي نعرف فيه برشا متدخلين من خلال المدخلات امتاحهم ولكن فماشي دعوة مثلا لهيكل دولة رسمية في علاقة بالمدرسة هيتناخذ الجانب هذي او الاسرة ايضا لانه عنا هيكل عمومية هيكل دولة تعنى بها زوز قطاعات هذوب نعم احنا فكرنا في الموضوع هذا انا بدأ المؤتمر فيه تقريبا ثنين وثمانين مداخلة من باحثين اكثر من مئة باحث لان هناك مداخلات ثونائية جايين من تسع دول هما تونس الجزائر المغرب ليبيا موريطانيا سلطنة عمان فلسطين السعودية وفرنسا اللي يأتيه البعد الدولي نعم البعد الدولي هؤلاء يفكرون في هذا الموضوع ليس في تونس فقط ايضا هناك مشاكل تخص الانظمة العربية وحتى الانظمة العالمية التربية موضوع مهم ويفكر فيها الجميع نحن عودة لأسؤالك في انه يكونوا هيكل رسمية ممثلين الهيكل الرسمية موجودة مش نستفيدوا يعني المخرجات تنتعى المداخلات نحن ننتج في اخر كل مؤتمر مجلة دولية محكمة الان المجلد جاهز وهو حاضر معناها في مجلة مصارات معرفية العلوم الاجتماعي والانسانية وسنراسل كل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الاسرة ممتاز شوفي شوفي فيه المداخلات هذا فيه اقوى واجمل المقالات الجيدة بعد ان حكمنا هذه المقالات اخترنا المقالات الجيدة ونشرناها في هذه المجلة الدولية يعني اليوم عنا وثيقة سيحمدة مكتوبة موفقة موجودة يمكن الاستئناس بها اذا رمنا الاصلاح مثلا في خصوص هالزوز مواضيع هذه المدرسة في علاقتها بالاسرة نعم نحن كجمعية او كمجلة احد الفواعل التي تشارك في هذا الموضوع او المجلة تودع في المكتبة الوطنية ويمكن الرجوع اليها من اي شخص ومن اي مؤسسة ومن اي وزارة لكن في تونس انا اقول الواقع ليس هناك استماع للباحثين وكل ما ينتسب بالعلم هناك استماع لأطراف اخرى وهذه مش مفرقة كبيرة في بلد نراهن على العلم ومن المفروض ان البحث العلمي الي هو انضج مرحلة يظهر لي في طلب العلم وفي تقديم المعلومة العلمية انه ما يثمنش بالطريقة اللي يتم ترجوها على القد لا اي ناس انا خالفكم في هذا نحن في تونس وفي عدد الدول العربي لا نرهن على العلم والدليل ان ميزانية البحث العلمي في الدولة لا تفوق واحد بالمئة وايضا لا نهتم بالدكاتيران لا نهتم بالبحثين هذا واقع يجب شوف اول خطوة في علاج المريض هو اعتراف المريض بمرضه نحن لا نعترف بمشاكلنا ونريد حلول نحن نعيش ازمة في الدول المتقدمة كيف تقدمت بالعلم اساسا العلم هو السبيل للتقدم نحن في تونس لا نمول ولا نهتم بالبحثين وبالعلماء المؤتمر يجي وسط المرارة هدية الكل نسالي سموني انا نحب نفهم زيدا شوي معنى انت من جهة عندك هالتحفظات هدية الكل عندك هالنقد رؤية النقدية هذي الكل وفرد وقت ما زال عندك الامل وتعمل لنا مؤتمر بهذا الحجم لانه الدولي نعاود نأكد على صيغة مرة اخرى بشتطرح فيه قضايا دونك الامل ما زال موجود يعني قاعدين تخدمونتو مرغم كل شيء النقط البناء والازمات هي تخلق الابداع نحن نعرف المشكل ونحس بالمشكل ولكن نحاول لان هذا بلدنا هذا مستقبل وطن هذا مستقبل ملايين من الاطفال ومن التلاميذ لابد ان نفكر في هذا الحل انت سألتني على الضيوف انا بهذه المناسبة ان شاء الله وزيرة الاسرة والمرأة والتفولة وكبر السن وجهلة تحية لبت الدعوة ستأتي الافتتاح المؤتمر هي ورئيس زماعة السفاقص اكدت حضورها نعم اكدت حضورها وبعض الضيوف الاخرين يعني نحن اردنا ان نشرك على قل وزيرة التربية وزيرة الاسرة لان الموضوع الاسرة والمدرسة اي واضح اكدت حضورها سيدة وزيرة الاسرة وزير التربية بش يكون حاضر ولا ايه وزير التعليم العليب بش يكون حاضر ولا ايه احنا من نجموش نستدعو كل الوزراء ايه تقولي حكومة كلها وشو المشكلة شو المشكلة كتولي الحكومة كلها هذين ساغية وتسمع مخرجات المؤتمر ان شاء الله استمعوا هم حتى كما يحضروش يعرفوا عبر الاعلام وعبر المجلة وعبر غيره يعرفوا الحلول ويعرفوا الاشخاص ولكن ان شاء الله تتغير الظروف نحنا كلنا امل هذا الشخص اللي يعمل هو مازال عنده امل باش يغير واحنا كشباب ايضا الحماس الشباب رو جيد هو اللي يدفعنا بيه انتوما الشبين مرة اخرى ولو ركب انتوما يعني الاعمار الكل بش يكون موجودة هي هكو اللي بش يواضحين يعني هو الباحثين الشبين ولكن بش يكونوا موجودين اكبر الخبرات اللي عنا في علم الاشتماع لم نفكر في السن الباحثين الشبين يعني الباحثين الجدد يعني متحسين على دكتورة جديد للتوضيح للتوضيح شناش مقولوا اخر على النسخة الرابعة اللي بش تكون في نهاية الشهر هذي 16 و 27 ديسمبر في علاقة بالمخرجات يعني انتوما اليوم شنو الريهانات الكبرى شو اهم المخرجات اللي تحبوا انه ان شاء الله تتمخذ على الدورة هذية او النسخة هذية نعم يناس هو في الحقيقة هو محفل دولي في المؤتمر هذا يوم 26 و 27 وفيه ندوات اخرى موازية ندوة حول منهجية البحث العلمي تخصص طلب الدكتوراه خاصة وندوة حول التربية المرورية وورشة حول الاصلاح التربوي يعني هو محفل دولي في ثلاثة ايام 25 و 26 و 27 لكن المؤتمر الهام يوم 26 و 27 نحن ايضا انتجنا هذه الوثائق هذه المجلة ولدينا في طياتها هناك حلول وهناك مقترحات ان شاء الله تصل الى معناها اصحاب القرار وياخذوا بها فيه عدد قضايا مثلا مشكل مثلا التوجيه التوجيه التلميذ هذا مشكل لا يخص المؤسسة فقط يخص ايضا الاولياء مشكل مثلا استعمال معناها التكنيجية الحديثة الهواتف وغيرها يعني هذا مشكل لا يخص الاولياء فقط يخص ايضا المدرسة لانه التلميذ كي عدي خمسة سوايا يستعمل في الفيسبوك وفي التيك توك كيفاش تحبوا يركز في القرية متاعه وحتى كيفية استغلال الرقمنا في الاستيعاب في عملية الاستيعاب في حذاتها نجموا نستغلوها لمدرسة حديثة تراهن على الرقمنا نعم هناك مشاكل لابد من الحلها الحلها كاما في تعاون الاولياء من جهة والمؤسسة التربوية نعطيك مثال دروسة خصوصية مثلا مثلا اقتصاد العائلة يعني فلوث مدخول العائلة التونسية تذهب الى التعليم يعني هذا يهم المدرسة ويهم ويهم الاطفال ايضا قد لك توجيه الجامعي توجيه الجامعي ومدرسي يهم الاولياء من جهة ويهم المدرسة مشكل العنف ايضا استشراء العنف يهم المؤسستين نعم عقوبات المدرسية نشوف الحالة الاخيرة شو مصار معك اللبنية هذيك كيفاش تتعاقبت لان احنا مثلا في المؤسسة التربوية بتاعنا لازمنا نعطو مساحة اكثر من التعامل بمعناها فهم عقوبات ذجرية بسراحة يعني اعادت مدرحة في العقوبات نعم في العقوبات المدرسية ولكن الاولياء لازم يكونوا شركاء هم حرفاء ايضا لان ابناء هم يدرسون في مؤسسة التربوية اذا انا مثلا اقترح ادت مقترحات موجودة منها مثلا وستطر التربية او التعليم العالي من شأنها ان تكون الاولياء مثلا في دورات تدريبية لشهد التربوية النفسي مثلا بي خليهم شركاء خير من حرفاء هم شركاء خير من حرفاء وإذن حرفاء لان حرفاء لان عندهم يرتادوا المؤسسة التربوية الاولياء يسمون ابناءهم اطفال والمؤسسة التربوية سميهم تلديد اطرباء طيب في فروق بي نشكرك برشة صحاب ده الحديث معكذا الشجون بدينا احنا كأنه بدينا نتفعلوا موضوع ميناجموش ما يتفعلوا وش فيه نحييكم على اختيار زوز مؤسسات اللي هما النواة الاولى والثانية الاسرة والمدرسة من شيرة اخرى وزوز العلاقة بينتهم كيفاش بش تكون يكونوا موجودين نجمع معناه الناس اللي يعنيهم يكونوا موجودين ويواكبوا الفعاليات متاع المؤتمر هده نشكرك برشة صحاب نعم يعني صحة يناس على الاستثافة هو المؤتمر مفتوح المعلمين الاولياء المدرسين المفقدين الباحثين كل المسؤول يستطيع ان يحذر يعني مفتوح نحن هذا ما نأخذ تشاركي تشاركي حتى نجد حلول ليس المهم في الاقتصار على مجموعة ضيقة المهم في الانفتاح الجميع وكل مسؤول او شخص او باحث يأتي بفكرة تفيد تونس والدول العربية وطن العربي نرحب بها وننفذها ممتز كله ثراء وكله شاء الله من اجل اصلاح الزوز مؤسسة هذوما والعلاقة اللي بينهما شكرا لك سيحمد نورتنا بالحضور وان شاء الله نسمع ورجع الصداق يكون مزيان للمؤتمر هذي